واللي عجبني كمان بقى ولازم نتكلم معنا وينكد كابتن إسلام الشاطر مبارح برضو تكلم عن الموضوع ده مع كابتن هاني رمزي ولا عجبني جدا الموضوع فكرة هنا ان انت عندك دلوقتي أصبح يعني قناتين أو زي ما بتقال كده قناة موحدة بس انت بتعرض عندك المباريات والتدريبات بتاعة ريال مدريد عندك على قناة الأهلي والعكس صحيح بيعرضه هناك في قناة ريال مدريد اللي بالمناسبة برضو زينا عندها مشاهدة ومتابعة بالملايين فبيعرضوا التدريبات بتاعة الأهلي وبعض الاجتماعات وغيره يعني بعض الكواليس الخاصة بالتدريبات وغيره فدي برضو اعتقد حاجة حلوة جدا يا كريم يعني ده لطيف جدا انه هو برضو يبقى موجود وليه مليون إشارة وماركتنج حلو وحاجة حلوة ليك يعني انت لقم بارح انا تفرقت لقيت أفشة ولقيت الفريق عندنا على قناة ريال مدريد الإسبانية فحاجة جميلة يعني ده برضو اعتقد ماركتنج بشكل كبير احنا اتكلمنا في النقطة دي قبل كده وهو ده بالزبط اللي اتعرض مبارح فحلوة جدا لأنا شايف ان دي خطوة فعلا فعلا حلوة جدا وليها كتير من الإشارات والدلالات الحقيقة ونرجع ونقول هكذا تكون العلاقة بين الأندية الكبرى عالمية ايوه الكبير مع الكبير الله يفتح عليكي فعادي يعني هوادي يعني قصد يقولك ان ده المتوقع طبعا بنتكلم على فرقتين أنا شايفة بقى عريض البرامج هنا وهناك برضو يعني لقي نفسينا على خناة ريال مدريد والله الله وما نعرفش نمشي في شوارع اسباني انت شكلك اسباني برضو خلي بالك إله يوجم بمخاطرك بعدين يعني حاجة فعلا عظيمة جدا وتاني زي ما كنا بنقول من شوية هي فيها إشارات كتير ودلالات كتيرة كلها عظيمة وكلها بتؤكد على ان النادي الأهلي احنا بنتكلم على نادي عالمي بكل ما تحمله الكلمة من معنا ان شاء الله كلمة عالمي نشوفها كمان متحققة في صورة الأداء اللي كلنا مستنين ومن لعيبة النادي الأهلي بماتش بوكر لازم هنتكلم في التفاصيل دي طبعا مع ضيوفنا في الفقرة الأولى أو حتى منخلى أخبارنا اللي جاية بس الموضوع صعب خلينا نبقى برضو متفقين بس تاني يعني مش رايز نخش في تفاصيل ده وقت عشان ما تكلمش كتير قبل الأوان لكن أنا حتى تابع القراء واللي يقولك لو حتى ريال مدريد إحنا معنا القايمة هنعرضها لحضراتكو فيها غيابات كتيرة جدا وأسماء كبيرة قوي هنقولهم دلوقتي تحديدا بس حتى بعض التعليقات اللي قالت لك حتى لو في غيابات للعيبة أساسية زي بنزيمة أو كورتوة أو غيره ده ما يدكش برضو الإحساس بالإطمئنان أن المباراة هتحسب بس لصالحك يعني أنت لازم تبقى داخل ومركز جدا وما لكش دعوه بقى مين غايب مين مش غايب الموضوع مش هيفرق خالص حتى لو يعني زي ما بيتقال كان نسبة التركيز أو المباراة مثلا بنسبة 50% بالغيابات دي مثلا بقى 30% لا خالص هي ما زالت دائما هي 50% فهي دي النقطة على كل حال مش عايز أسبق الأحداث خلينا نيجي الوقتها